اشتركوا في القناة عن يوم مهمة قوي وهو يوم عشراء وليه ماما اسموه يوم عشراء نسبة الى يوم عشر محرم يا موني واليوم ده حصلت فيه احداث كتير قوي بس الاول تعالي نعرف احنا ليه بنصوم اليوم ده يلا ميناء عندما هاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للمدينة وجد اليهود يصومون يوم عشراء العاشر من محرم فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومه قالوا هذا يوم عظيم اليوم الذي نج فيه الله سيدنا موسى عليه السلام وقومه من فرعون وجنوده فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه فقال النبي انا احقب موسى منهم فامر بصيام يوم عشراء واصبح فرضا على المسلمين حتى جاء سوم رمضان فاصبح صيام يوم عشراء صن عن الرسول صلى الله عليه وسلم تعالوا بقى نعرف ازاي الله سبحانه وتعالى نج سيدنا موسى وقومه عندما اشتد ظلم فرعون وجنوده اوحى الله الى سيدنا موسى ورغم خروق سيدنا موسى وقومه الا ان فرعون وجنوده الحقوا بهم فاصبح سيدنا موسى وقومه في موقف صعب البحر امامهم والعدو خلفهم وقال قوم موسى له ان لمدركون لكن سيدنا موسى قال واوحى الله تعالى الى سيدنا موسى ان يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر اثنى عشر طريقا وعبرت كل مجموعة من طريق وجاء فرعون وجنوده وارادوا ان يعبروا البحر فامر الله تعالى سيدنا موسى ان يضرب بعصاه مرة اخرى فعاد البحر وغرق فرعون وجنوده ونجى سيدنا موسى وقومه وكان ذلك يوم عشراء فكان سيدنا موسى عليه السلام يصوم شكرا لله وكانت اليهود تتبع سيدنا موسى في صوم هذا اليوم وهي دي قصة نجات سيدنا موسى عليه السلام وعشان كده رسول صلى الله عليه وسلم كان بيصوم العاشر من محرم واحنا بقى كده بقنا بنصوم وصنع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن عشان نبقى مخالفين عن اليهود بنصوم معاه يوم قبله او يوم بعده يوم تسع او يوم حداشر من محرم ومن الاحداث اللي حصلت في اليوم العاشر من محرم هو التوبة على سيدنا آدم عليه السلام هو اليوم الذي تاب فيه الله على سيدنا آدم وهبط إلى الأرض طالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وأيضا في اليوم العاشر من محرم نجى الله سيدنا نوح من الطوفان فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله ومن الأحداث الحزينة اللي حصلت في اليوم ده هو مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه على يد مجموعة ظالمة وبكده إحنا عرفنا يعني إيه يوم عشوراء وليه بنصوم اليوم ده وبنحتفل به كل سنة وأنتم طيبين ودائما يراب يكونوا في سعادة وصحة كل سنة وأنتم طيبين يا أصحومي لو أعقبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب لو أنتو قدت في القناة كمان فعلوا القرص أشان يوصل لكم كل جديد وكمان هحط لكم لنك فيديو بطريقة عمل العشور في صندوق الوصف وإلى اللقاء في حلقة جديدة محبكم أوي مع سليمة